ولاي أنا سعد أشوفها بالعكس أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي يعني أتابع الأعمى للولايات المتحدة الأسف في مملكة المتحدة البريطانية لأنه بقرى دائما أنه بريطانيا هي العقل بالتعبير بتاع دي الإمام ربنا تدي له الصحة دول المخ ودول العضلات بس أدي كل القصة ويمكن ده توازن قررت بريطانيا أنها تمشي في من بعد الحرب العالمية التانية وانسحبتها بقى وخلاص والتقلص مسألة الاحتلال الكولونيالي اللي كان موجود فيما قبل هذه الحرب طب هرجع مرة تانية للشرع الأوروبي هل الشرع الأوروبي فعلا من الممكن أن يكون ضاغطا على حكوماته وأنظمة في اتخاذ قرار ولا أنه أصبح الآن أقل ضغطا يمكن كنت بتكلم من حلقتين ولا حاجة على أنه زمان كان ممكن يبقى ده حاصل في الستينيات وخصوصا مع صورة 68 صورة الشباب في فرنسا وما إليزي وكان فيه صعود كده دلوقتي أظن خفت ولكن هل فقد القدرة تماما ولا لازال دي القدرة على المزيد من الضغط إذا عد بالوراء لألفين وتلاتة خلال حرب العرق قبل الحرب مباشرة خرج في لندن أكتر من مليون أنا كنت من الناس اللي خرجت في المظاهرات في لندن ولم يحدث شيء لما يخرج في لندن مليون متظاهر يقولون لتوني بلير لا تحتل العرق أو لا تقوم بالغزو على العرق وهذا لا يؤثر على حكومة منتخبة هذا بحد ذاته دلالة على محدودية دور الشارع ومع ذلك فأزمة غزة وفغيرها أيضا من الأزمات الديمقراطية كيف تتم أنت لديك مجلس محلي لديك نائب في هذا المجلس المحلي أنت تريد أن تواجه إليه رسالة في بعض في كتير من الحالات هناك نواب من الجالية المسلمية ومن العرافة بريطانية تعيش في تلك المنطقة تتوجه إلى النائب المحلي وتقول له ما يحدث في غزة إبادة جماعية ومجازر وتهجير قصري أنا لن أسمح به ولن أصوت لك هذا النائب المحلي سوف يتوجه إلى البرلمان الحزب في البرلمان سوف يقول لحزبه في البرلمان الدايرة عندي تمر بحالة غضب شديد ولا تتحمل ما يحدث في غزة إراق الدم الأطفال والنساء هذه المشاهد الوحشية غير المسبوقة في التاريخ خد عنا نعترف أنه التلفزيون نقل مشاهد لم نكن نتصور أنها يمكن أن تحدث يعني حجم العنف وحجم التدمير وحجم القتل ما يتم في غزة غير مسبوء على أي مقياس غير مسبوء في أي صراع دولي